أقيم في بيت الذاكرة بعمان حفل استقبال لسماحة الشيخ عكري ماصمبري خطيب المسجد الأقصى المبارك وقد شارك في الاستقبال عدد من الشخصيات الأردنية والعربية والدبلوماسية وألقيت خلال الحفل كلمات أشادت بالمواقف الأردنية المشرفة حيال القضية الفلسطينية وبالوصاية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة كما تطرق المتحدثون إلى المخاطر التي تتعرض لها المقدسات الدينية في البلدة القديمة ومن جانبه أشاد الشيخ عكرمة بالوصاية الهاشمية وبالدور الأردني الداعم للقدس ومقدساتها مشيرا إلى أن المساس بهذا الدور يعني فرض سيادة الاحتلال على القدس ودعا سماحته العالم العربي إلى مساندة المدينة وأهلها وتشجيعهم على الثبات فيها بوجه المخططات والتهديدات الرامية إلى تهويدها وفي ختام الحفل قلد الشيخ طراض الفائز الدكتور عكريم أصبري بقلادة فارس القدس كتب الله سبحانه وتعالى للمقدسيين أن يكونوا في الصف الأول للدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية هذه الوصاية التي تحمي المقدسات من اعتداء اليهود عليها وأنها تعطي الصفة القانونية الشرعية لهذه المقدسات في بيت الذاكرة تشرفنا اليوم بزيارة الشيخ المناضل العالم المدافع عن القدس عكريم صبري أمين المنبر وأيضا رئيس هيئة علماء المسلمين في فلسطين وكرمنا طبعا بقلادة فارس القدس وهذا التكريم عليه إجماع من المؤسسات المقدسية في الأردن وفلسطين نظرا لنضاله الذاوب وتضامنا معه نتيجة لما تعرض له من بطش ومنع السفر في السابق والاعتداء عليه أيضا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي